لكن إذا أنت بتحيط نفسك بتواضع بخضوع أنك تسأل تستفهم تستشير أنت بتكون عايش في المصار الصح وفي عنا أمثلة كثيرة من الكتاب المقدس أحكم إنسان في الكتاب المقدس اللي هو سليمان تزوج بنساء كثيرات مكتوب أن النساء أملنا قلبه وزاغ عن الحق لدرجة أنه بدأ يعتنق الآلهة الأخرى آلهة الوثنين حتى في آخر حياته طبعا تاب وكتب في هذا الصدد في هذا الموضوع ورجع للرب داود كان عنده نساء لكن اشتهى وراء امرأة اللي هي مرت قائد الجيش وحتى القائد بتابعه رفض ينام في بيته لأنه الجيش عم بحارب عم بحارب قال له لداود الجيش تابع عم بحارب وأنا بديك أنا أروح أنام مع مرتي لا نام عند الباب لدرجة أنه داود دبر مؤامرة طلب من يؤاب رئيس الجيش أنه يسمح لأورية زوج بات شبع أنه يقترب إلى الأعداء حتى يقتلوا أنتوا ابعدوا شوي يعني كانت مكيدة مؤامرة يعني أمر بقتله والنتيجة أنه مؤامرة قتل كذب وعد عن خطية الزنة لكن الله بعت له نبي قال له السيف مش راح يفارق بيتك ودفع ثمن بس الفكرة في داود أنه كان شخص متواضع جدا أقر واعترف وتاب عن خطيته بدموع تاب يعني عن خطيته أدرك الجريمي اللي ارتكبها في حق الله نبو خط نصر ارتفع أنا نبو خط نصر الرب ضربه وسار يوكل الحشيش مثل البهائم بايلا شصرت ما دعا الله جاب آنية الهيكل وابتدى يشرب الخمر وعازم يعني ألف شخص من العظماء رأى اليد الكاتبة على الحائط المكلس وفي نفس الليل نفس الليلة دخلوا الفرس مملكة مادي وفارس وأخذت المملكة هيرودوس اللي قتل أطفال بيت لحم مات بمرض شنيع وكريه ورائحة كريهة جدا هيرودوس أنتيباس اللي قطع رأس يحنى وهكذا كلها كانت نهايتهم صعبة جدا لأن الله لا يشمخ عليه لكن من ناحية تاني بتشوف نحمية الوالي الحاكم اللي فعلا كان شخص صالح كان بحب شعبه بحب وطنه وقدم وضحى من أجل الوطن بتاعه موسيقى 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 اشتركوا في القناة